مشاهدين تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية إمكانية السماح بتقديم المعسلات أو الشيشة في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض وفق ضوابط واشتراطات محددة في خطوة مشابهة لما هو معمول به حاليا في مدينة جدة وذلك بحسب ما نشرت صحيفة عكابة هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لفتح المزيد من المجالات الاستثمارية فيما تواجه العديد من التحديات أبرزها محاولة وزارة الصحة الحد من انتشار التدخين إذ أن الأمراض الناتجة ترفع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة أنا طبعا ضده لأنه أول شيء مكان عام وليل حقية أجلس في المكان عام أخذ راحتي أشم جو لطيف جو حلو المعسلات والشيشة الأشياء هذه ريحتها غير مقبولة أنت لما تطلع ما كان شيء معروف أنت تروح مقاهي بتروح استراحات بتروح شيء ثاني بس أنت طالع مثلا فنادق بتروح تتقاهوة بتجلس ما تبقى تجمعات زي ما قلنا ثاني حاجة يعني تلوث والله ما أيد لها لكن يعني لو يمنعنا اختلاط بس عمنا بيختلاط يعني يكون قسم عواي الحال قسم عزاب الحال منها ضرار ومنها يعني حاجات مظهر للناس فهمت؟ فنادق ممكن تحترق أو شيء يصير المشاكل أو تجمعات اختلاط هذا يعني ولا مؤيد الشيء هذا يعني كل المنطقة في الرياض يتابعون حالة الطقس والجو فزيادة المصائل يدخلوها في الرياض ومن المعسلات داخل الفنادق أشوف أنها مرة ما تصل صراحة كان قرار رائع ووفر علينا معاناة خروج خارج الرياض فراح يوفر علينا الفنادق ويكون موجودة في الرياض فكويس راح يستفيدون يعني اللي يروحون مقاهي ويروحون أماكن بعيدة ووفر اشياء كثيرة عليهم